وتنفيذاً لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادري في 21 من نوفمبر سنة 1949 قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة مع قيام الحرب العالمية الثانية إن سأقل بيون في الحرب مع دول الحلفاء أملاً في الحصول على الاستقلال فبعد هزيمة إيطاليا في الحرب ووعد بريطانيا مساعدة ليبيا في الاستقلال خدعتهم وبدأت بالعمل على تقسيم ليبيا في العاشر من مارس عام 1949 اتفقت بريطانيا وإيطاليا على تقسيم البلاد بفق ما تم الاتفاق عليه في مشروع بيفنسفروزا والقاضي بتقسيم البلاد إلى ثلاثة أقسام بريطانيا وصية على برقة وإيطاليا على طرابلس بينما تتولى فرنسا الجنوب وتم الاتفاق على منح ليبيا الاستقلال بعد عشر سنوات من الاتفاق وفي الثالث عشر من مايو عام 1949 وافقت اللجنة المختصة في الأمم المتحدة على المشروع وقدم الجمعية العامة للأمم المتحدة وأسقط لعدم حصوله على النصاب القانوني في الحادي والعشرين من شهر نوفمبر عام 1949 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 289 القاضي بنيل الاستقلال في موعد لا يتجاوز شهر يناير عام 1952 وفي أكتوبر عام 1950 أنشئت الجمعية التأسيسية والتي تمثل الأقالم ثلاثة في ليبيا التاسع والعشرون من مارس عام 1951 كان الليبيون على موعد مع تشكيل أول حكومة في طرابلس برئاسة النائب محمود المنتصر وفي الرابع والعشرين من شهر ديسمبر عام 1951 تير الملك إدريس السنوسي ملكا لليبيا وأعلن الدستور الليبي الذي تبنى النهج الفيدرالي وعدل فيما بعد